كل أحسن الله عليكم ما حكم التصفير والتصفيق الحمد لله رب العالمين وبعد هذه وسيلة لمقصود فإن التصفيق والتصفير من جملة الوسائل لمقاصد معينة يريدها من يصفق أو يصفر فهو لا يصفق جزافا وإنما يصفق يريد مقصودا ولا يصفر جزافا وإنما يصفر يريد مقصودا فبما أن التصفيق والتصفير وسيلة فإننا ندخلها تحت قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد فإذا كان يقصد بهذا التصفير أو التصفيق نوع تعبد فهو يتعبد لله عز وجل بهذا التصفيق والتصفير كما كان أهل الجاهلية يتعبدون بالمكاء والتصدية وهو التصفيق والتصفير فلا جرم أن هذا من البدع المحدثات ومن الجاهلية التي جاء الإسلام برفضها ونفيها ولا نعلم التعبد ولا نعلم مشروعية التعبد لله عز وجل بالتصفيق أو التصفير إلا في تنبيه المرأة لإمامها إذا أشكل عليه شيء أو نابه شيء في الصلاة فيشرع لها التصفيق لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء وفي رواية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فهذا في التصفيق خاصة وأما التصفير فلا نعلم مطلقا أن الشريعة جاءت به لا في صدر ولا ورد فإذا كان يقصد بهذين الأمرين التعبد لله عز وجل فليس ذلك بمشروع إلا في حدود تصفيق النساء في الصلاة إذا ناب إمامهن إذا ناب إمامهن شيء من الخلل وأما إذا كان يقصد به شيء آخر فإننا ننظر إلى هذا المقصود فإن كان مقصودا مباحا فإنه لا بأس به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ولكن إذا كان هناك شيء يغني في تحقيق هذا المقصود عن التصفير والتصفيق فإنه الأولى والأفضل في هذه الحالة فإذا كنا نقصد بهذا التصفير أو التصفيق تشجيع من أمامنا فإننا لو كبرنا أو سبحنا أو هللنا أو حمدنا أو ذكرناه باسمه أو شجعناه بألفاظ أخرى لكان في ذلك من تحقيق المقصود ما يغنينا عن التشبه بمثل حال أهل الجاهلية من تصفيقهم وتصفيرهم وبناء على ذلك يتضح الحكم فإذا كنا نقصد بالتصفير والتصفيق التعبد لله عز وجل فليس ذلك بمشروع أصالة إلا في حالة مستثنات كما بيّنتها في أول كلامي وأما إذا كنا نقصد به تحصيل مقصود مباح فالأصل فيه الحل والإباحة إلا أن التعبير عن هذا المقصود بوسيلة بعيدة عن مشابهة الكفار هو الأولى والأفضل والله أعلم